بعد انقطاع طلبة عن مقاعدهم الصيفية أو الصفية عفواً قرابة خمسة أشهر بدأت المرحلات الأولى من العودة المتدرجة إلى المدارس وفق البروتوكول الصحي الذي وضعته إزارتات تربية والتعليم والصحة حيث استقبلت المدارس طلبة رياض الأطفال والصف الأول والتوجيه ضمن إجراءات تحفظ سلامتهم من خلال التعليم المدمج مليون وستمائة ألف طالب ما زالوا في بيوتهم صبيحة العودة التدريجية للتعليم الوجاهي القادمون إلى المدارس هم جزء من أربعمائة وعشرة آلاف طالب شملهم بروتوكول العودة نصفهم بقي في بيوتهم وقسم من الجزء الآخر جاء ليتسلم الكتب المدرسية ويتلقى توجيهات المعلمين والمرشدين الصحيين بالإجراءات الصحية عدنا بصورة تدريجية وبصورة أيضا مدروسة عدينا بروتوكول صحي قمنا بتدريب المرشدين التربويين على البرتوكول الصحي أهم ما يهمنا أن قرار استمرار العودة يرتبط ومسؤول عنه الجميع المعلم والي الأمر والطالب ذاته الكتب المدرسية تم ترزيمها وتسليمها لأبنائنا الطلبة ضمن برنامج تدريبي للطلاب على آلية البرتوكول الصحي طبعا كل طالب معلمته موجودة عنده بتدربوا على البرتوكول الصحي في حال وجود إصابة بين المعلمين أو الطلبة في صفوف الثلاثة الأولى أو صف الروضة يتم تحويل الدراسة إلى الدراسة عن بعد في هذه الصفوف أما باقي الصفوف إذا كان لا سمح الله كان هناك معلم فيتم استبدال معلم على التعليم الإضافي هذه الإجراءات الملخصة تشكل جزءا من 47 صفحة هي مجمل الدليل الشامل لاستمرار التعليم الوجاهي بأقل المخاطر وتنص على كيفية توزيع الحصص والمسافات بين الطلبة والمسؤوليات الإدارية ورغم تعقيدات الإجراءات التي تهدف لحمايتهم بدأت طلبة متشوقين إلى مقاعد الدراسة نحن مبسوطين جداً وسعداء جداً بالرجوع للمدرسة وإن شاء الله نحن نلتزم بالبرتوكل الصحي بلشنا اليوم بأخذ المراجعات المواد الأساسية للفصل الأول وإن شاء الله نكمل سوا في المدرسة اليوم داومنا بدأت المعلمة تحكينا وتأكدنا على ضرورة الالتزام بالعادات الصحية بالبرتوكل الصحي خاصة في جائحة كورونا حكتنا عن الخطة أن نبدأ مراجعات المواد الأساسية رياضيات إنجليزي عربي العودة التدريجية اليوم شملت الملتحقين برياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى وطلبة الثانوية العامة وانطلقت هذه المرحلة بحذر في كافة مدارس المملكة ترجمة نانسي قنقر